بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان مواضيع مقترحة في الرياضيات في المتتاليات العددية لبكالوريا 2017 رقم 21 حيث باقي الأرقام موجودة على قناتنا في اليوتيوب أنصح به شعبة العلوم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي لأنه مزيج ما بين المعادلة التفاضلية والمتتالية الهندسية والمتتالية الحسابية حيث قال لتكون المعادلة التفاضلية واحد هي إيجراج فتحة ناقص ثلاثة إيجراج يسولنا صفرة قال واحد حل في آر معادلة التفاضلية واحد ثم عين الحل الخاص آف الذي يأخذ القيمة واحد هذا آف يأخذ القيمة واحد من أجل إكس يسولنا ناقص إثنان على ثلاثة ثم ثانيا قال نعتبر المتتالية إيليان معرفة بحدها العام إيليان تسولنا أسية ثلاثة آن زائد إثنان ألف قال بين أن إيليان متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول ثم قال هل هي متقاربة؟ با قال أدرس اتجاه تغير المتتالية إيليان ثم ثالثا قال نعرف المتتالية إيليان بما يلي إيليان تسولنا لغة إيليان ألف قال بين أن إيليان معرفة من أجل كل عدد طبيعي آن يعني معرفة على كل أعداد الطبيعية قال با أثبت أن فيليان متتالية حسابية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول جيم قال أحسب المجموع أس أن يسعي لنا فيلي سفر زائد فيلي واحد زائد إلى غاية في آن ناقص واحد ثم الجداء تي آن يسعي لنا إيلي سفر في إي واحد في إي إثنان إلى غاية إي آن ناقص واحد إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق أبناء بجزء المعادلات التفاضلية وقلنا قال لتكون المعادلة التفاضلية إيجراج فتحة ناقص ثلاثة إيجراج يسعي لنا صفر قال حل في آر المعادلة التفاضلية واحد إذن ننطلق هنا نقول حل في ماذا في المجموعة آر لهي أعداد الحقيقية المعادلة التفاضلية التي قيمة إسمية واحد ركزوا جيدا إذن عندنا إيجراج فتحة ناقص ثلاثة إيجراج يسعي لنا ثلاثة إيجراج لكن عندنا أبناء القاعدة في الدرس درستم أنه إذا كانت عندنا العبارة مكتوبة هكذا إيجراج فتحة يساوي لنا آر في إيجراج مع آر لا يساوي كم لا يساوي لنا صفر فإن حلولها حلول هذه المعادلة التفاضلية من هذا النوع حلولها هي الدوال هكذا هي الدوال التي تكتب على الشكل تكتب على الشكل لاحظوا جيدا اللي هي F لX تساوي لنا C في أسية AX قلت A في X الآن تعالوا إذن هذه ماذا تصبح لنا نطبق عليها نفس هذه الحالة تصبح لنا حلول المعادلة واحد هي الدوال التي تكتب على الشكل ما هو الشكل؟ اللي هو F لX تساوي لنا C حيث هنا C يسمى ثابت حقيقي لاحظوا جيدا C في أسية A هنا كم؟ ها هو أمك يعني الأ هذا نضعه في هذا الموضع واصبح لنا C في أسية 3X هذه هي الحلول العامة لهذه المعادلة التفاضلية ثم قال ثم عين الحل الخاص إذن نكتب هنا تعين الآن الحل الخاص ما معنى تعين الحل الخاص حتى نفهم جيدا؟ معنى تعين قيمة لهذا الثابت C إذن نأتي إلى هنا ونفصل هكذا في السبورة نقول تعين حل خاص لمن؟ للمعادلة التفاضلية التي اسمها واحد كيف أبنائي؟ ركزوا ماذا قال؟ قال حيث هذه F كم تساوي؟ تساوينا واحد لما X يساوينا ناقص 2 على ثلاثة هذا ماذا يقصد؟ يقصد أن هكذا F لـ X كم ناقص 2 على ثلاثة نجعلها تساوي لنا واحد لماذا؟ لأن قال F تساوي لنا واحد عندما يكون X في بطنها يساوينا ناقص 2 على ثلاثة فهذا ماذا يعني؟ نصبحنا هكذا F لـ X ناقص 2 على ثلاثة يساوي لنا C في أسية ماذا؟ ثلاثة في هذا الـ X سوف نعوضه هنا لهو ناقص هكذا قلت ناقص 2 على ثلاثة إذن المعادلة التفاضلية لما تعطى المعطيات هذه الهدف منها هو إيجاد هذا ثابت C إذن هنا إذن نسينا هنا نقول ثابت حقيقي لاحظوا الآن أبنائي وانتبهوا فما علينا إلا هذه نجعله كم تساوي؟ قال تساوي كم؟ تساوي لنا واحد إذن تساوي واحد فيبقى لنا أكيد المجهول هو ماذا؟ هو السي إذن فهذا إذهب مع هذا سبحانا سي في أسية ناقص 2 يساوي لنا واحد الآن هذا بما أنه فيه أكيد سوف ينتقل إلى هنا صبحانا في أسية ناقص 2 في هذا المكان ومن هنا سوف تنزع لكن القاعدة تقول في الرياضيات أنه هذا إذا انتقل إلى البسط يغير إشارة قوته فيصبح لنا سي يساوي لنا أسية إثناني لماذا؟ لأنه هنا عندنا أسية ناقص 2 إذا انتقل أصبح لنا إثنان فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا الحل الخاص لهو أف لإكس يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا السي ها هو السي نعوضه هنا حتى نفهم جيدا سبحانا أسية مربع في أسية ماذا؟ ثلاثة إكس بعد جمع الأسس سبحانا أف لإكس الحل الخاص يصبح لنا أسية الآن جمع الأسس هذه تجمع سبحانا ثلاثة إكس زائد ماذا؟ زائد إثنان هذا هو الحل الخاص لهذه المعدلة التفاضلية حيث لما إكس يساوينا ناقص ثلاثة على إثنان الرقد فهمتم إذن هذه المعطيات التي تضاف هنا أن الدل أف تساوي لنا واحد لما إكس يساوينا ناقص إثنان على ثلاثة الهدف هو إيجاد السي لما نجد السي عوضناه في هذا الموضع فأكملنا فوجدنا الحل الخاص فقط بعد أنهينا مع الحل الخاص إذن نكتب هنا الحل الحل الخاص للمعادلة هو من الشكل ها هو الشكل ها هو الحل الخاص الآن بعدما وجدنا هذا الأمر إذن قلت نتطرق إلى الجزء الآخر لهو الجزء الثاني المتعلق بالمتتالية حيث قال نعتبر المتتالية إيلي آن المعرفة بحدها العام إيلي آن تساوينا أسية ثلاثة آن زائد إثنان وكأنما هذه الدل في مكاني الإكس وضع آن حتى نفهم فكرة جيدا حيث قال بيّن أن إيلي آن متتالية هندسة يطلب تعيين أساسها وحدها الأول إذا نكتب هنا البرهان أن إيلي آن هكذا بين قوسين متتالية كيف هي هندسية أكيد يطلب تعيين أساسها واحد دول ونقول هكذا تكون إيلي آن متتالية كيف هي هندسية إذا كان إذا كان ماذا إذا كان أن إيلي آن زائد واحد يساوي لنا ماذا يساوي لنا إيلي آن في ماذا في كي ها هو المعروف إذن متتالية هندسية نقول عليها أن إذا كان إيلي آن زائد واحد يساوي لنا إيلي آن في كي إذن ننطلق من إيلي آن زائد واحد لكن نحن ماذا نملك نملك إيلي آن ها هي عبارة إيلي آن لكن إذا قلنا إي لأن زائد واحد فهنا ماذا نعوذ؟ نعوذ هنا بأن زائد واحد وهنا بأن زائد واحد فأصبح لنا هكذا إي لأن زائد واحد يساوي قصية ثلاثة في أن زائد واحد ثم زائد إثنان لماذا أبنائي؟ لأن إذا قلنا هنا عشر هنا بماذا نعوذ؟ بعشر إذا هنا عوذنا بأن زائد واحد فهنا نعوذ بأن زائد واحد وعلي أن أصل إلى إي لأن اللي هي هذه العبرة مضربة في أساس ركزوا تصبح لنا تساوي ننشر هذا في هذا تصبح لنا قصية ثلاثة ثم هذا في هذا زائد ثلاثة ثم زائد إثنان احذروا أن تجمعوا هذه مع هذه تجعلوا خمسة إذا قمتم بالجمع سوف لا تصلنا إلى النتيجة فتصبح لنا تساوي لنا قصية ثلاثة زائد إثنان ثم زائد ثلاثة يعني قمت بهذا أتيت بهنا وهذا إلى هنا لا نغير الإشارة إنما ترتيبهم فقط ركزوا فصبح لنا تساوي أسية ثلاثة زائد إثنان في أسية ثلاثة يقول أحدكم لماذا؟ اجمعوا الأسس تصبح لنا أسية ثلاثة زائد إثنان زائد ثلاثة الآن انظروا إلى هذه يعني قمت بالتفكيك هذا لوحده هكذا وهذا لوحده هكذا حتى تفهموا جيدا لأن إذا ضربنا هذا في هذا نجمع الأسس فنتحصل على إثنان زائد ثلاثة الآن انظروا إلى هذه القيمة أليس هي الإليان؟ نعم إنها إليان فتصبح لنا تصبح لنا هكذا تصبح تساوي إليان إليان لأن هذه هي عبارة إليان في ماذا؟ في أسية مكعب هذه ها هي والأساس ها هو نقول ومنه ماذا؟ ومنه إليان متتالية كيف هي؟ هندسية أساسها من أسافون إذن قلت أساسها كي يسوين الأسية قوى ثلاثة أو الأسية مكعب ثم قال وحدها الأول حدها الأول جدا بسيط نقول وحدها الأول ما علينا إلا إتيان بهذه العبارة ونعوذ بما كان الآن بالصفر النقل معرفة على كل عدد طبيعي إذن نعوذ هنا ومعوذ هنا فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا إلي صفر يسوي هذا يذهب إلى صفر تصبح لنا الأسية مربعة هذا لأن هنا تصبح لكم صفر لأن الأسية مربعة لأن هذا الجزء ذهب إلى صفر ها هو الحد الأول فقط أدما أنهينا مع هذا السؤال جاء السؤال الآخر قال هل هي متقاربة؟ إذن نكتب هنا معرفة إن كانت المتتالية التي اسمها إي لآن كيف هي متقاربة؟ أولا نقول هكذا بما أن إي لآن كيف هي؟ متتالية هندسية أساسها كي يسوي الأسية مكعب متى نقول على المتتالية؟ الهندسية أنها متقاربة أو غير متقاربة بما أن الآساس لهو الأسية مكعب أكبر تماما من الواحد تقول تكون المتتالية الهندسية متقاربة إذا كان أساسها محصور ما بين الواحد ونقص واحد إذا كان أساسها محصور ما بين واحد ونقص واحد فنقول على المتتالية الهندسية أنها متقاردة لكن إذا كان أكبر من الواحد أو أصغر تمام من الواحد فإنها متباعدة نقول بما أن عندنا الأساس لهو الأسية مكعب أكبر تمام من الواحد فإن ماذا؟ فإن إليان متتالية كيف هي؟ ليست متقاربة بل كيف هي؟ متباعدة لماذا أبنائي؟ لأن الأساس أكبر تم من الواحد إذن متى نقول على المتتالية الهندسية أنها متقاربة إذا كان أساسها محصور ما بين الواحد والنقص واحد أما إذا كان أصغر تم من الواحد أو أكبر تم من الواحد فلا يمكن أن نقول أنها متقاربة بل تكون إذا كان الأساس أكبر تم من الواحد فتكون متباعدة أما إذا كان الأساس أصغر تماما من الناقص واحد فتكون متناوبة حتى نفهم جيدا بعدما أنهينا مع هذا السؤال جاء السؤال الآخر قال أدرس اتجاه تغير المتتالية إلئان إذن نكتب هنا دراسة اتجاه تغير من؟ تغير المتتالية التي اسمها إلئان دائما المعروف أنه لدراسة أي متتالية نقول ندرس إشارة من؟ الفرق إن كانت متتالية حسابي أو هندسية في الحالة العامة يعني الحالة العامة نقول ندرس إشارة إلئان زائد واحد ناقص إلئان إذا وجدناها موجبة متزايدة إذا وجدناها سريبة متناقصة وإذا وجدناها تستويسر فإنها ثابتة فننطلق تصبحينا إلئان زائد واحد ناقص إلئان يسوي إلئان زائد واحد أكيد هنا نضيف زائد واحد وهنا نضيف زائد واحد تصبح لنا أسية ثلاثة في آن زائد واحد ثم زائد اثنان قلت وأعيد إذا أضفنا هنا آن زائد واحد فنضع هنا آن زائد واحد إذن هذه فعطت لنا إيلي آن زائد واحد ناقص إيلي آن إيلي آن لهو أسية هو ثلاثة آن زائد اثنان ركزوا فتصبح لنا تساوي لاحظوا تصبح تساوي أسية في هذا في هذا سبحانه ثلاثة آن ثم هذا في هذا زائد ثلاثة ثم زائد اثنان ناقص أسية قوة ثلاثة آن زائد اثنان نقوم بالتفكيك سبحانه أسية قوة ثلاثة آن زائد اثنان في الأسية مكعب هكذا ناقص الأسية قوة ثلاثة آن زائد اثنان نستخرج هذا وهذا عامل مشترك دقيقه فاصبحنا تساوينا الأسية قوة ثلاثة آن زائد ماذا زائد اثنان مضروبة في أسية مكعب ناقص واحد يا أبناء هنا لم أفعل شيء أحرطوا هذا وهذا على المشترك هنا ماذا يبقى لكم يقبلنا الأسية مكعب وهنا ماذا يبقى يبقى لنا ناقص واحد لكن عندنا الأسية قوة ثلاثة آن زائد اثنان هذه قيمة مجابة تماما هذه لا جدالة فيها وعندنا الأسية قوة ثلاثة ناقص واحد هذه قيمة مجابة مهما كان الحال لماذا؟ لأن الأسية قوة ثلاثة هي اثنان فاصل واحد وسبعون تخيلوا قوة ثلاثة سوف تكون كبيرة جدا ناقص واحد تكون قيمة مجابة إذن تخيلوا هذا مجاب وهذا مجاب فماذا يعطينا الفرق؟ فالفرق يكون موجب تماما فماذا نقول؟ نقول هكذا نقول ومنه هكذا حتى نحكم نقول ومنه إي لآن متتالية كيف هي؟ متزايدة تماما على الأعداد الطبيعية حتى نفهم جيدا إذن نحكم على متتالية أنها متزايدة تماما إذا وجدنا الفرق هذا أنه وجدناه قيمة مجابة تماما أما إذا وجدناه سالبة تماما فنقول متناقصة تماما فقط بعدما أنهينا مع هذا الجزء نأتي الآن إلى الجزء الآخر قال ثالثا نعرف المتتالية في لآن بما يلي في لآن تسوينا لغارة من إليان قال بيّن أن في لآن معرفة من أجل كل عدد طبيعي أن إذن نكتب هنا ألف البرهان ثلاثة ألف البرهان أو تبيان أن في لآن كيف هي؟ معرفة على كل الأعداد الطبيعية لاحظوا وانتبهوا نقول لدينا أولا ماذا نملك؟ نملك نقول لدينا أن في لآن تسوينا لغارة من إليان وإليان ماذا نملك؟ أن حتى تكون لهذه القيمة معنى يجب أن يكون إليان مجب تماما نقول يكون ركزوا جيدا يكون للعبارة لغارة من إليان معنى إذا كان ما بداخل اللان أي أن إليان مجب تماما ركزوا جيدا لأن الأمر بما أنه متعلق باللغارة من فما بداخل اللغارة من يجب أن يكون مجب تماما وعندنا كذلك هو أن أسية ثلاثة آن لهي ها هي إليان أسية ثلاثة آن زائد إثنان هذه قيمة مجب مهما لاحظوا جيدا مهما كان آن ينتمي إلى الأعداد الطبيعية إذن اسمعوا جيدا المقصود من هذا أنه بلغة أخرى أنه أثبت أن هذه في لآن معرفة أنها معرفة مهما كان آن لاحظوا جيدا إذن بين أن في لآن معرفة من أجل كل عدد طبيعي قلنا أن في لآن تستمي لغارة من إليان ويكون لهذه القيمة لغارة من إليان معنى إذا كان ما بداخل لغارة من قيمة مجب تماما لكن ما بداخل لغارة من هو أسية ثلاثة آن زائد إثنان وهذه القيمة مجب مهما كان أن عوض بأي قيمة لآن تبقى قيمة مجابة إذن نقول ومنه ذي لآن معرفة على كل الأعداد الطبيعية فقط حتى تفهموا جيدا إذن المراد منه أن نثبت أن هذه إليآن مجابة مهما كان آن ينتمي إلى الأعداد الطبيعية وهو الجواب فقط أبنا ذي بعدما أنهينا مع هذا السؤال وأثبتنا أنها معرفة على آن جاء السؤال الذي بعدها قال أثبت أن ذي لآن متتالية حسابية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول إذن نكتب هنا إثبات أن ذي لآن كيف هي متتالية الآن حسابية ليس هندسية نقول تكون ذي لآن متتالية كيف هي حسابية إذا كان ماذا؟ إذا كان ذي لآن زائد واحد ناقص ذي لآن يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا أر يعني هذا الفق يجب أن نجده خالي من آن خالي من آن تعالوا ننطلق رويضاً رويضاً فاطbestبحنا ذي لآن زائد واحد ناقص ذي لآن ماذا؟ فاطبحنا ذي لآن زائد واحد مع أن هنا نضف زائد واحد وهنا نضف زائد واحد واطبحنا ندمر لغة رتما ماذا؟ لغة رتما ذي لآن زائد واحد هكذا ناقص ذي لآن بلآن ها هي قيمته ركزوا أرجوكم نقطة نقطة أبنية ولا تتعجلوا إذا وضعنا هنا زائد واحد نضع هنا زائد واحد ناقص فيلئان معناه ناقص لغة رتمة هكذا لغة رتمة إليان دقيقوا رويدا رويدا واسمعوا جيدا تصبح لنا تساوي لكن نحن نملك يا أبناء أن إليان زائد واحد متتالية هندسية وقلت أن المتتالية هندسية لاحظوا وانتبهوا ها هي عبارة إليان إذا وضعنا هنا زائد واحد فهنا قلنا ماذا نضع نضع زائد واحد حتى تفهموا جيدا أو كذلك نقول لكن عندنا إي لآن كيف هي متتالية هندسية والمتتالية هندسية ماذا تقول القاعدة أن إي لآن زائد واحد وجدنا أنه يسوينا إي لآن في الأسية مكعب تذكروا هذا يقول لحدكم متى قلت هذا ها هي أين قلت تلك الكلام اسمعوا جيدا قلنا أنه ماذا أنه إي لآن ها هي إي لآن زائد واحد تسوينا إي لآن في الأسية مكعب لاحظتم إذن إي لآن زائد واحد ها هي إي لآن زائد واحد تسوينا إي لآن في الأسية مكعب معناه نأتي بهذه القيمة ونعوذها هنا أرجو قد فهمتم الفكرة لأن إي لآن زائد واحد يسوينا إي لآن في كي فتصبح لنا تسوينا اللغة اليتم إي لآن في الأسية مكعب ناقص اللغة اليتم ماذا إي لآن لم أفعل شيء لاحظوا وانتبهوا أرجوكم فماذا ينتج أبنائي ينتج أنه تساوي عندنا خاصية في اللغة اليتم أنه لغة اليتم لغة اليتم A في B مع A وبعداد مجابة تماما أنه تساوي لغة اليتم A زائد لغة اليتم B ها هو A وها هو B فماذا ينتج تصبح لنا تساوي لنا لغة اليتم إي لآن زائد لغة اليتم الأسية مكعب ناقص لغة اليتم إي لآن هذا يذهب مع هذا فتصبح لنا تساوي هذا ينزل إلى هنا تصبح لنا ثلاثة في لغة اليتم الأسية لكن لغة اليتم الأسية معروف أنه واحد فتصبح لنا كم ثلاثة فأعطت لنا أن V لآن زائد واحد ناقص V لآن ماذا أعطى لكم يساوي لنا ثلاثة نقول ومنه V لآن متتالية كيف هي حسابية أساسها R يساوي لنا ثلاثة أرجو قد فهمتم إذن حتى نثبت على أن المتتالية متتالية حسابيا أنه نقول V لآن زائد واحد ناقص V لآن يساوي آل يعني نجد عدد خلي من آل فأتينا وقلنا V لآن زائد واحد ناقص V لآن تساوي لنا لغة اليتم ماذا هنا إذا قلنا V لآن زائد واحد تساوي لناνο ألعا ألعا ناقص هذا يبقى دائما يتبع فذهب هذا مع هذا فبقيت لنا لغريتما أصيام مكعب لكن هذا لاpo أن ينزل إلى هنا تبقى لنا اللغة من أشياء هو واحد تبقى لنا ثلاثة ومنهم متتالية متتالية كيف هي حسابية أساسها ثلاثة بعدما أنهينا مع طبيعة هذه المتتالية ومتتالية حسابية قال وحدها الأول إذا نكتب هنا حساب V لصفرة لأن نقلنا معرفة على جميع عدد طبيعية فما علينا إلا أن نأتي إلى هنا ونعوذ بعدد اسمه صفر هنا صفر وهنا صفر فتصبح لنا تساوي لنا لغة اسمه إلي سفر قلنا إلي سفر عوضنا هذا وعوضنا هنا ماذا عطينا إلي سفر لما عوضنا هو إثنان عفوا هو الأسية قلنا مكا مربع فنأتي بهذه ونضعها هنا حتى نفهم جيدا لاحظوا وانتبهوا فقط أبنائي إذن بعدما نعوذ هنا ماذا تصبح لنا تصبح لنا تساوي لنا لغة اسمه الأسية مربع لكن هذا ينزل فصبح لنا V لسفر يساوي لنا إثنان في لغة اسمه إثنان في لغة اسمه الأسية لكن لغة اسمه الأسية قلنا أنه واحد إذن ها هي إذن R كم هو الثلاثة وV لسفر كم هو إثنان فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا يمكن أن نعطي الآن عبارة الحد العام لهذه المتتالية لأننا سوف نحتاجها ربما في الأسئلة القادمة فنقول أنه V لان يساوي لنا V لسفر زائد ماذا؟ زائد آن في R يعني الأمر متعلق بالمتتالي الحسابية تصبح لنا V لان V لسفر هي إثنان زائد الأساس لهو ثلاثة في آن وهي ثلاثة آن بعدما وجدنا عبارة آن حد العام لهذه المتتالية نأتي الآن إلى السؤال جيم قال أحسب المجموع لمن آس آن الذي يساوي لنا V لسفر زائد V لواحد إلى غاية V لأن نقص واحد نصبح لنا حساب آس آن بدلالة آن دقيقوا نصبح لنا آس آن يساوي متتالية الحسابية ماذا تقول قاعدتها؟ تقول عدد الحدود عدد الحدود على إثنان إذن سوف أكتبها هكذا عدد الحدود على إثنان في الحد الأول للمجموع زائد الحد الأخير للمجموع هكذا تقول قاعدة ننطلق أصبح لنا آس آن يساوي عدد الحدود كيف يحسب؟ الدليل الكبير ناقص السغير زائد واحد كيف؟ معنى آن ناقص واحد إذن الدليل الكبير ناقص السغير وتوضيفنا واحد دائما من عنديكم فإذا ذهب هذا مع هذا فيعطي لنا آن إذن عدد الحدود هو آن على إثنان في الحد الأول للمجموع الحد الأول للمجموعها هو نضعه هنا والحد الآخر للمجموع نضعه هنا فماذا ينتج؟ ينتج لنا في لسفر زائد الحد الأخير وهو في لآن ناقص واحد هكذا لكن في لسفر نملك قيمته لكن في لآن ناقص واحد لا نملك قيمته في لآن نأتي بهذه العبارة ونعوذ في مكان الآن بآن ناقص واحد عوذ هنا بآن ناقص واحد وهنا بآن ناقص واحد فيصبح لنا ماذا يساوي؟ تصبح لنا إثنان زائد أنشر هذا في هذا اللي هو ثلاث آن ثم هذا في هذا ناقص ثلاثة فتصبح لنا في لآن ناقص واحد يساوي لنا ثلاث آن هكذا وعند هذا مع هذا يصبح لنا ناقص واحد هذه القيمة أبنائي هي التي نعوذ بها هنا فيصبح لنا يساوي ماذا يساوي؟ يسوي لنا أن على إثنان في في لسفر قد وجدناه أتذكروا أنه في لسفر كم وجدناه إذا عوضنا هنا تعالوا صفر وهنا صفر فالفي لسفر كم يصبح يصبح لنا إثنان نعوضه هنا لاحظتم إذا فتصبح لنا كم صبح لنا إثنان زائد ماذا ثلاثة آن ناقص كم لاحظتم إذا نعم هذه فتصبح لنا كم صبح لنا ناقص ثلاثة آن ناقص واحد هذا هو المجموع نكمل الآن معه حتى تكون أمورنا جد واضحة وانتبهوا أرجوكم حتى نكمل إذا فتصبح لنا آس آن يسوي آن على إثنان في ثلاثة آن وعندنا هذا مع هذا كم يعد لنا زائد واحد إنه مجموع هذه المتتالية الحسابية بعدما أنهينا مع هذا السؤال أبنائي نأتي الآن إلى السؤال الأخير قال ثم الجداء تي آن الذي يسعين إولي صفر في إولي واحد إلى غاية إولي آن ناقص واحد إذن نكتب هنا حساب الجداء من تي آن بدلالة آن أكيد هو أمر استنتاجي لاحظوا وانتبهوا أرجوكم نقطة أحدة فم جيدة إذا جئنا إلى هذه العلاقة أن ذي لآن يسوي لنا لغارثم إلي آن لاحظوا الآن إذا استخرجنا إلي آن ماذا يصبح يسوي ندخل الأسية من هنا تصبح لنا أسية ذي لآن تسوي لنا أسية لغارثم إلي آن لكن عندنا قاعدة تقول أسية لغارثم آن مع آن قيمة مجابة ثمان وهذه إلي آن أثبتنا أنها مجابة ثمان أنها تسوي لنا أ يعني هذا اللغة مع الأسية إذا التقي يذهب اللغة مع الأسية فهذا ماذا ينتج؟ ينتج أن أسية ذي لآن ماذا تسوي؟ تسوي لنا إلي آن قلت تسوينا ماذا؟ تسوينا إلي آن أرجو قد فهمتم من هذه العلاقة استخرجت إلي آن ماذا يسوي؟ يسوي لنا أسية ذي لآن تعالوا الآن ننطلق وركزوا بأم عينكم إذا قلنا إلي صفر ماذا يصبح؟ سبحانا أسية ذي لصفر يعني الذي نعوضه هنا نعوضه هنا ثم عندنا الأمر آخر أسية إلي واحد ماذا يسوي؟ يسوي لنا أسية ذي لواحد تعالوا إلى إلي إثنان ماذا يسوي لنا؟ أسية ذي لإثنان ثم ننزل ننزل إلى غاية إلي آن ناقص واحد ماذا يسوي؟ يسوي لنا أسية ذي لآن عفوا ذي آن كذلك ذي آن ناقص واحد يقول أحدكم لماذا؟ أريد أن أصل إلى هذا المكان الآن تخيلوا إذا ضربنا هذا ضربا عموديا هكذا كما أشير وأضرب هذا ضربا عموديا كما أشير ركزوا جيدا لاحظوا الآن سوف أجلب المطلوب ها هو أمامكم الآن إذا قلت بالضرب عمودي بالضرب عموديا طرف لمن؟ طرف لطرف نجيد ركزوا الآن تخيلوا إذا ضربت إلي سفر في إلي واحد في إلي إثنان إلى غاية إلي آن ناقص واحد أليس هو هذه القيم؟ نعم لهي كم تي لآن إذن صبحنا تي عفوا تي آن يصبح يساوي إذن هذا الجداء العمودي هو نفسه هذا وهذا بطبعه هو تي آن يساوي ماذا؟ يساوي لنا هكذا أسية ذي لسفر في أسية ذي لواحد في أسية ذي لإثنان إلى غاية أسية ذي لآن ناقص واحد أرجو قد فهمتم الفكرة إذن هذا ضربناهم هكذا وهذا ضربناهم هكذا الآن تصبح لنا بما أن هنا عندنا نفس الأساس لأسية الأسية مثل عشرة في عشرة مربع في عشرة مكعب في كذا ماذا تقول قاعدة؟ جمع الأسس فصبحنا تي آن يساوي لنا أسية قوة ذي لصفر زائد ذي لواحد زائد ذي لإثنان زائد 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 إلى غاية ذي لآن ناقص واحد لكن هذه القيمة ألم نقوم بحسابها من قبل؟ ألم نقوم بحسابها يا أبنائي؟ يقول أحدكم ما تقومنا بحسابها انظروا ها هي أمامكم قد حسبناها لهي ماذا؟ لهي هذه حتى تفهموا الفكرة كل شيء لكن أمره استنتاجي إذن فتصبح لنا ماذا؟ لاحظوا إذن ما علينا إلا تعويض هذه القيمة بآس آن ونحن نملك يا أبنائي آس آن ألم تعطي لنا آس آن أنه حسبناها؟ ها هي أمامكم لاحظتم؟ لهذا هذا سؤال استنتاجي فيصبح لنا تي آن يساوي أسية هذا قلنا حسبناه اللي هو آس آن اللي هو أسية آس آن ويساوي أنه كم؟ يساوي أنه أسية آن على إثنان في ثلاث آن زائد واحد وهو تي آن بدلالة آن فقط أبنائي أرجو قد فهمتم الفكرة إذن هذه الأسئلة كلها تسمى الأسئلة استنتاجية إيلي سفر في إيلي واحد في أغاية إلى غاية إيلي النقص واحد غربنا هذه الجهة فعطت لنا تي آن وهذه هي قصية قصية في إيلي سفر في أسية في إيلي واحد في غاية آية إلى غاية أسية في إيلي النقص واحد فأصبحت هذه جمع الأسس لما جمعنا الأسس هنا في الأسس ماذا ظهر ظهرنا مجموع قد حسبناه له وإسمه آس آن فعودت هذه هذه القيمة عودتها بما يساوي لهو آس آن وأس آن بطبعه ها هو فعودته هنا فتلك هو الجواب فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحة على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نوردين ليصلكم جديدا باستمرار وثقكم الله إلى ما يحب ورده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته